اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي المنادى وهو الرهب مغلق نعم اشتركوا في القناة 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 من الرمد هذا الرافق قل اعالج الناس في هذا المكان الا باسم هذا المولود هذا فاقسم على الله ان يشفي هذا المريض بحق محمد فيحصل له الشفاء اسمه على الله يزيل ما به من الم في عين او غير بحق محمد فيحصل له البورة باذن الله سبحانه وتعالى هذا الذي هذا هذا الذي انا اعالج الناس به فخذ من ريجه وضعه في عينه يبرأ ريجه وضعه في عينه يبرأ باذن الله وهم صلى على سين امها من طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم كم وتقدم من ناكي بعبد المطلق وفيها ما يدل على توحيده منها أمره لبنيه بمكرم الأخلاق وتحنثه بغري حراء وإطعمه المساكين حتى كان يرفع للتير والمحوش في رؤوس الجبال من مائدته وقته يد السارك ووفاوه بالنذر وتحرمه الخمر على نفسه ومنعه من الزنا ومن نكاح المحارم وقتل المعودة وعلا يتوفى بالبيت عريان ومن ذلك قوله والله إن وراءها دار دار يجزى فيها المحسن ومن ذلك قوله حين أراد داب حبنه عبد الله فكان يدرب القدح ويقولوا يا رب أنت الملك المحمود وأنت ربي الملك المعبود من اندكال طارف والتاليد فهل التوحيد شئون غير هذا قال لا والله وما فرع الشريعة فإنها متوكف على البئثة بالإجماع فلا يكاللف أحد بها قبل ذلك وتقدم أنه كان يدعو له فراش في دل القعب لا يجلس علىه أحد غيره ويحتق به أشرف قريش فيجئ النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم يجلس معه فأراد بعض عمامه أن يمنعه فقال عبد المطلب ردوا ابني إلى مجلسه فإنه محدثه نفسه بملك عظيم وسيكون له شأن وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعد فإنه تحدثه نفسه بملك عظيم وَلَمَّا مَتَا كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَبْكِي خَلْفَ سَرِيرِهِ وَرَوَأَ بُنُعِمْ فِي الْحِلِّيَ وَالْبَيْحَكِي أنَّ سَيْفِنْ دِي يَزِينَ الْحِمْيَرِي لَمَّا بُلِّيَ عَلَى الْحَبَشَةِ وَدَلِكَ بَأْدَ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَالَيْسَلَمْ بِسَنَتَانِ أَتَّهُ بُفُدْ الْعَرَبِ وَأَشْرَفُهَا وَشُعْرَأُهَا لِتَهْنِئَاتِهِ بِهَلَاكِ مُلُكِ الْحَبَشَةِ وَبِوِلَيَتِهِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مُلْكَ الْيَمَنِ كَانَ لِحِمْيَرِ فَانْتَزَعَدْهُ الْحَبَشَةِ مِنْهُمْ وَاسْتَمَرَّ فِيَدِ الْحَبَشَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ إِنَّ سَيْفْ بِنْ دِيَزِينَ الْحِمْيَرِ إِسْتَنْقَدَ مُلْكَ الْيَمَنِ مِنَ الْحَبَشَةِ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُ فَجَاءَتِ الْعَرَبْ تُهَنِّئُهُ مِنْ كُلِّ جَانِبْ وَكَنَا مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَفْتُ قُرَيْشْ وَفِيهِمْ عَبْدُ الْمُطَلِبْ وَأُمَيَا بِنْ عَبْدُ الشَّمَسْ وَغَلِبْ رُعَسَأُهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بِنْ جَدْعَانَ التَّمِيمِ وَأَسَدْ بِنْ عَبْدِ الْعُزَاءُ وَوَهَبْ بِنْ عَبْدِ مَنَافِ بِنْ زُهْرَةِ وَقُسَيْ بِنْ عَبْدِ الدَّارِ فَأَخْبَرُ بِمَكَانِهِمْ وَكَنَا فِي قَسْرِهِ بِسَنْعَةِ وَهُوَ مُدَمَّخِ بِالْمِسْكِ وَأَلَيْهِ بُرْدَانِ وَالتَّاجِ عَلَى رَأْسِهِ وَصَيْفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُلُكُ حِمْيَرَ عَنْ يَمِنِهِ وَشِمَالِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهُ عَب فَأَرَسِي مِنَ الذَّهَبُ فَجَلَاسُوا عَلَيْهَا إِلَّا عَبْدَ الْمُطَلِبِ فَإِنَّهُ كَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَأْدَنَهُ فِي الْكَلَامِ فَقَالْ إِنْ كُنْتَ مِنْ مِنْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُلُكُ فَقَدْ أَذِنَّا لَكُ فَقَالْ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّكَ أَجْهَا الْمَلِكَ مَ وَأَنْبَتَكَ نَبَتًا طَلَتْ أَرُومَتُهُ وَأَذُمَتْ جُرُثُومَتُهُ وَأَنتَ مَلِكُ الْعَرَبَ الَّذِي لَهُ تَنْقَدْ وَأَمُدُهَا الَّذِي أَلَيْهِ الْعِمَادِ وَكَهْفُهَا الَّذِي يَلْجَأُ إِلَيْهِ الْعِبَادِ سَلَفُكَ خَيْرُ سَلَافُ وَأَنتَ فِيهِمْ خَيْرُ خَلَافُ فَلَيْيَهْلِكَ الذِكْرُمَنْ أَنتَ خَلَفُهُ وَأَلَيْيَحْمِلَ دِكْرُمَنْ أَنتَ سَلَافُهُ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِّي حَرَمِ الله وَأَسْدَنَةُ بَيْتِهِ أَنْبَعَ سَلَابِكَ أَبْهَجَنَةً من خشفäl كارب من كشف الكرب الذي أثقلنا الذي أثقلنا فنحن وفد التهنئة لا وفد الترزئة أي التعزية فإن ذلك قال له الملك من أنت أيها المتكلم قال عبد المطلب بن هاشم قال ابن أختنا لأن أم عبد المطلب من الخزرات وهو من اليمن نعم قال أدنه ثم أكبال عليه وعلى القوم وقالا مرحبا وآهلا ونقاط ورحلا ومستناخان سهلا وملكان سجلا أي كثير العطاء سجلا سجلا قد سمع مقالتكم وعرف قربتكم وقبلا وسيلتكم فإنكم أهل الليل والنهار ولكم القرامة ما أقمتم والحباء أي العطاء إذا دعنتم ثم أمرهم بالنهود إلى دار الديافة والمفود وأجر عليهم الأرزاق فأقوموا بدالك شهران لا يسلون إليه ولا يؤدان لهم بالانصراف ثم انتبهان دباهة فأرسل إلى عبد المطلب ثم قال يا عبد المطلب إني مفدن إليك من سر من سر علم لو غيرك يكون لم نبح له به ولكن رأيتك معدنه فأطلعتك طلعه أي عليه فليكون إندك مخبأ حتى يأدن الله عز وجل فيه إني أجد في الكتاب المكنون والإلم المخزون الذي اتخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عديما وخطران جسيما فيه شرف الحياة وفادلة الوفاء للناس عامة ولا رهتك كافة ولا كخاصة ولرهتك ولرهتك كافة ولا كخاصة فقال الله عبد المطلب مثلك أيها الملك سر وبر فما هو في تاك أهل الوبر زمران بعد زمرين أهل الوبر زمران بعد زمران أهل الوبر قال إذا ولد غلام بتهما بين كدفه شام كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة فقال له عبد المطلب أيها الملك أبنت بخير آب بمثله وافد قوم ولولا قال ولولا هيبة الملك وإعظام لسألته من مساره إيايا أي مساررته إيا بمزداد به سرورا فقال له الملك هذا حينه الذي ولد فيه أو قال أو قد ولد ألا أو قد ولد اسمه محمد يموت أبوه وأمه يكله جده وعمه قد ولدناه مرارا والله والله باعثه جهارا وجاعل له من أنصار أي من اليمن من أهل اليمن يعني يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ويضربهم الناس عن عرض أي جميعا ويستفتح بهم كرائم الأرض نعم هذا ويستفتح بهم كرائم الأرض بابد الرحمن ويضحد الشيطان أي يسجره ويخمد النيران ويكسر الأوثان قوله فصل وحكمه عدل أي أمر بالمعروف ويفأله وينهى عن المنكري ويبتله قال له أبد المطالب جد تجد ودام ملك وعلى كأبوك فهل الملك ساري بإفساح فقد وضح لي بأدل إضاح قال والبيت ذي الحجوب والعلامات على النقوب إنك لجده يا عبد المطالب غير كذب سلج صدرك وعلى كأبوك فهل أحسست بشأن مما ذكرت لك قال نعم أيها الملك إنه كان لإبن وكنت به مجيبان وعليه رفقان وإني زوجته كريمه من كرائم قومي آمين بنت فجاء ببولام فسميته محمدا مات أبوه وأمه وكفلته أنا وأمه يعني أبا طالب فقال له الملك إن الذي قلت لك كما قلت كما قلت كما قلت وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا مِنْ بَابِ الْإِحْتِيَةُ وَعْلِيْلَمْ بِكَدْرِهِ ثُمَّا قَلَ لَهُ وَطْوِي مَا دَكَرْتُهُ لَكَ أَنْ هَوْلَئِ الرَّهْتِ الَّذِينَ مَعَتْ فَإِنِّي لَسْتُ آمِنٌ أَنْ تُدَاخِلَهُمْ النَّفَاسَهُ فِي أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الرِّسَالَةِ فَيَنْسِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلُ وَيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائِلُ وَهُمْ فَعِلُونَ ذَلِكُ وَأَبْنَاؤُهُمْ مِنْ غَرِشَكُ وَلَوْ لَا أَعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِي أي مُهْلِكِي قَبْلَ مَبْأَثِهِ لَسَرِبَ بِخَيْلِ وَرَجِلِي حَتَّى أَسِرَبْ يَثْرِبَ دَارُ مُلْكِهِ فَإِنِّي أَجِدُ فِي الْكِتَابِ النَّاتِقِ وَالْإِلْمِ السَّابِكِ أَنَّ يَثْرِبْ أَحْكَامُ أَمْرِهِ لَسِرْتُ بِخَيْلِ وَرَجِلِي ولَوْ لَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِي أي مُهْلِكِي لَسَرْتُ بِخَيْلِ وَرَجِلِي حَتَّى أَسِرَبْ يَثْرِبَ دَارِ مُلْكِهِ فَإِنِّي أَجِدُ فِي الْكِتَابِ النَّاتِقِ وَالْإِلْمِ السَّابِكِ أَنَّ يَثْرِبَ أَحْكَامُ أَمْرِهِ وَأَهْلُ نُسْرَتِهِ وَمَوْدِئُ قَبْرِهِ وَلَوْ لَا أَنِّي أَجِئِهِ الْأَفَادِ وَلَوْ لَأَنِّي أَكِهِ الْأَفَادِ وَأَحْذَرُ عَلَيْهِ الْأَهَادِ لَا أَعْلَنْتُ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ أَمْرَهِ وَأَعْلَيْتُ عَلَى أَسْنَانِ الْعَرَبِ كَعْبَهِ وَلَكِنْ سَأَسْرِفُ ذَلِكَ إِلَيْكَ مِنْ غَلِ تَكْسِيرٍ بِمَمْعَتْ ثُمَّ دَعَى بِالْقَوْمُ وَأَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدْ مِنْهُمْ بِأَشْرَةِ عَبُدْ سُودِ وَأَشْرَةِ إِمَاءِ سُودِ وَحُلَّتَيْنِ مِنْ حُلَلِ الْبُرُودِ وَأَشْرَةِ أَرْطَلْ دَهَبًا وَأَشْرَةِ أَرْطَلْ فِيَدَّهِ وَمِئَا مِنَ الْإِبِلِ وَأَكُرْسِيًا مَمْلُؤًا عَمْبَرًا وَأَمَرَ لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ بِأَشْرَةِ عَدْ أَفِ ذَلِكِ وَقَالَ إِذَا جَأَ الْحَوْلِ فَأَتِنِي بِخَبَرِهِ وَمَا يَكُنُوا مِنْ أَمْرِهِ فَمَاتَ الْمَلِكَ قَبْلَ أَيَّحُولَ الْحَوْلِ وَكَنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ كَثِرًا مَا يَكُولُ لِمَمْ مَعَهُ لَا يَغْبِتُنِي رَجْلُ مِنْكُمْ بِجَزِلِ عَتَى الْمَلِكِ وَلَكِنْ يَغْبِتُنِي بِمَا يَبْكَلِ وَلِعَكِبِي ذِكْرُهُ وَفَخْرُهُ فَإِذَا كِلَ لَهُ مَاهُ قَالَ سَيُعْلَمُ مَا أَكُلُ وَلَوْ بَأْدَحِينَ قَالَ زُرْقَنِي فِي شَرْحِ الْمَوَاهِدِ وَمَا دَكَرُهُ الْفَخْرُ الرَّزِي مِنْ تَفْسِيرِ قَالِهِ تَعَلَى وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ بِتَنْكِلِهِ فِي أَسْلَابِ الطَوْهِرِينَ وَأَرْحَمِ الطَوْهِرَاتِ هُوَ وَجُّنْ مِنْ مُجُّهِنْ فِي تَفْسِيرِ الْأَيَهِ وَلَيْسَ مُرَدُ الْحَسْرُ فِي هَدَ الْوَجْهِ وَلَكِنْ هَدَ الْوَجْهُ هُوَ الْأَوْلَ بِالْقَبُولِ فَقَدْ أَخْرَجَ بْنُسَعَدْ وَالْبَزَّارِ وَالْتَبَرَنِي وَأَبُونُ عَيْمْ أَنِبْنِ عَبَّاسِ رَدِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قَالْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَا نَبِيٍّ وَمِنْ نَبِيٍّ إِلَا نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجِتُو كَنَبِيًّا فَفَصَّارَ تَقَلُّبَهُ فِي السَّاجِدِينَ بِتَقَلُّبِهِ فِي أَسْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَوْمَعَ الْوَسَائِدِ وحمل الآية على أعم منهم وهم المسلون الذين لم يزلوا في درية إبراهيم أوضح وحمل الآية على أعم منهم وهم المسلون المسأجدين لله وتقلبك في الزايدين أي الموحدين المسلين العبدين لله سبحانه وتعالى هذا حملها على العم السيدين من الله من حمله على الأنبياء والمرسلين وحملوا أعم منهم وهم نصلون ما الذين لم يزالوا في ذرية إبراهيم الحمل هذا أوضح وحمله على كذا كذا أوضح وَأَخْرَجْ عَبْنِ الْمُنْدِرِ عَنِبْنِي جُرَيْجْ فِي قَالِهِ تَعَالَى رَبِّ جَعَلْنِي مُكِمَ الصَّلَاتِ وَمِنْ دُورِّيَتِ قَالَ فَلَنْ تَزَالَ مِنْ دُورِّيَةِ إِبْرَهِمْ نَاسٌ عَلَى الْفِتْرَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَنِبْنِي أَبَّاسِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمُجَهِدْ فِي قَالِهِ تَعَالَى وَجَعَالَهَا كَلِمَةً بَاكِيَةً فِي أَكِبِهِ أَنَّهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بَاكِيَةً فِي أَكِبِ إِبْرَهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَنْ قَتَادَ فِي الْأَيَا قَالَ هِيَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَالتَّوْحِيدُ لا يزال في ذريته من يقولها من بعده قال الشهاب ابن حجر الهيتامي إن أهل الكتابين والتاريخ أجمعوا على أن آزار لم يكن أباً لإبراهيم حقيقة وإنما كان عمه والعرب تسمي الأم أباً كما جزم بالفخر بل في القرآن ذلك قال تعالى وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ مَأَنَّهُ أَمُّ يَأْكُوب وَقَدْ سَبَقَ الرَّهِ هذا الخطأ كان لمن؟ لسيدنا يعقوب فعد من آباه وإله آباك إبراهيم وإسماعيل إسماعيل ما كان أبو يعقوب ألا إنما كان عم يعقوب ففي الآية عده من الآباء فإنه يطلق على العم أب استدلال على أنه على أن سيدنا على أن سيدنا إبراهيم آذر لم يكن أبوه بل كان عمه وقد أجمع ذلك على كتب اليهود وكتب النصارى أن آذر لم يكن أبوه إبراهيم والمؤرخون كذلك آذر لم يكن أبوه فخطأ من قال إنه عمه وزعم أنه تبيع الشيعة وأنه مخالف للكتاب والسنة وأهلها وغيرهم وزعم التفاق المفسرين وغيرهم على أن والد إبراهيم كان كافر وإنما الخلاف في اسمه واطلا في بيان ذلك بما لطأ إلى تحته وحسله أنه اختجاج فكيه بمحل النزاء وتخطأته يالخطأ وحسره القول به للشيعة باتل كيف وقد قال كيف وقد قال أولئك السلاف أنه عمه وحكاه الرازي ونقلو حفظ سنة في أسره وأقره وأيده بما لا محص عنه إن في ذلك العبرتة لأولي الأبصار وقد وافق الرازي على الاستدلال بهذه الآية لهذا المعنى المورد من أئمة الشافية ونهيك بهما وأما الأخبار الوردة في تأذيب بعد أهل الفترة المعارضة للقول بنجاتهم فقد أجاب الألماء أنها بأجوبة كثيرة منها أنها أخبار آحاد فلا تؤرد القاتل كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وقابل صحيحها للتأويل أو أنها منسوخة بما ورد في الأبوين مما يخالفها فهذا الذي عليه فلا أسأله صلى أنهم هذا أنما هو عم إبراهيم نعم وبعض الناس يقولون أنه أبو إبراهيم وفي هذه الأيام كثير منه يعمل جلسات ويقول الناس لا حاج يكذب عليكم هذا أبو إبراهيم قصدهم بذلك بما في قلوبهم من النفاق إنما يريدون أن يتوصلوا بنقص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا والله سبحانه وتعالى كمله بكمالاته واجعله مظهرا لأسمائه وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل لم يزل الله ينقلني على من الأصلاب الطاهرة وصلب كافرا لا يقاله طاهر إلى الأرحام الزكية الفاخرة ولو كان أحد من آبائه أو إداده أو ماته أو جداته من أهل الكفر لما قال الله سبحانه وتعالى له وتقلبك في الساجدين فكل أب له وأم وجد وجدة هو من الموحدين لله سبحانه وتعالى هو من الذين يرحم الله بهم العباد والأرض في كل زمان وما قال إن لكل زمان من يرحم الله سبحانه وتعالى به سبعة لا تخل الأرض عنهم من الزمان الأول إلى هذا الزمان إلى وقتنا هذا سبعة يرحم الله بهم العباد ولا ربعة من أهل الإيمان الكامل من الذين لو لا هم بين الأنام لتقذقت جبال وأرض لارتكاب الخصيئة لا يخل العصر وفي كل زمان آبائه وأجداده أحد أولئك السبعة الذين يرحم الله بهم العباد فأهل الكتاب أجمع على أنه أنه آذر هذا عمه وإن أبو إبراهيم لا تارخ تارخ لكنه أراد بعض الفرق المتطرفة أن يتوصل بنقص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيذاءا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الذي يؤذي النبي هذا يدخل في لعنة بنص القرآن فكيف إذا كان هو قصده ذلك أصلا إيصال النقص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وثم بعد ذلك لما جاء القول من جهة الشيعة فظن أن هذا القول خاص بالشيعة وأن هذا آذر ليس أب ليس أب لإبراهيم وليس هو قول للشيعة فقط بل هو قول لهم وقول لغيرهم لكن هما من جملة ما انذكروا من ذكر ذلك وليس كل حق إذا جاء من شخصا ليس من الحق ينكر ذلك الحق فهذا إذا تكلم بهذا فالحق يتبعين ما كان وإن كان من تكلم بهذا الحق هو صاحب بجعة يأخذ منه لكن لم يتفق على أن القول محصور فيهم بل هناك من كثير من أهل السنة من ذكر أن آذر هذا عم إبراهيم وليس أب له واستشهدوا بالآية على على لما خاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا يعقوب على وعد من آباه إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل لم يكن من أبا ليعقوب وإنما كان عما ففي الآية دليل على أن العم يطلق عليه أب وهكذا كان من أول إذا كان خصوصا إذا تربى هذا الإبن عند العم يقال له أب ألم هل تعندكم هنا الآن مرتوبة يقول له أبني أدوى صلى صلى يقول أب ولا زوجه منه يقول أب ولا أبوه ما هو أبوه هو أبا أدوى يعني أبوه رقم هنا مرتوبة يقول أبا أبي وكان أكذا أول يقول للعم أب أبي لا لا قال العم أبي فكان بين العم ترابط وأبناء العم ترابط حتى أن كل عم يرى أولاد أخي أبنائه فيحرص على تربيتهم وعلى الاعتنابهم كما يحرص على أبنائهم ألا في هذا الزمان الذي تفرق به الأرحام فصار العم لا يعرف أبناء أخيه وأبناء العمومة لا يقرون لبعضهم بالمودة والمحبة ألا بل إذا نزلت بأحد المصيبة لم يقم أحد بجانبه ربما قام الأجانب والتفوا حواليه وقاموا لهم المساعدات وقاموا به المقام التام وأعمامه وأبناء عمومته وفي معزل عن ذلك كله ليه هذا كله لأننا بعدنا عن ديننا بعدنا عن تعالم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلا هذا بالفطرة من قبل الإسلام كان له الدم يحن للدم الدم يحن للدم بالفطرة لهذا جعل هناك بعض المسائل في الدياح على العاقلة لهذا العاقلة أبناء العمومة لأن الدم يحن للدم وكأن اليوم الدماء ما تحن لبعضها البعض بل يأكل بعضهم بعض ما سلنا الله العافية والسلام ها الذئب إذا مات ما أحد يأكل الذئب ما تأكلها خوها الذئب الذئب إذا مات ما يأتي الذئب يأكل ذئب أبدا ما بدأ شب ذئب همية وإذا هنا يأتي الأقارب بعض من بعض تنهش بلحوم بعض من بعض بغيبة وتنقيص وسب وشتم وبعض من بعض هذه موتة هذه أكل الميتة إيش أكل الميتة الغيبة أشد من أكل الميتة أيوه يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا شبه بالميتة ثم قال أخيه مسكين من لحمكم من دمك ألا أخيك في الإسلام أو أخيك في لا في الأرحام الذئب لا تأكل أبدا الذئب لو ما تذيب ما يأتي ذيب يأكله وهو من يجه ولا ابن آدم يقطع أخوها المسلم تقطع بل وأرحام وكذلك بل ربما لو كان آذاءها وعادة يلتذ بغيبته فهي عنده أحلى من أكل ناس يقول عندما يتكلم ليه لأنه وجد نقص في عدوه وإن كان عدوك هي غيبة فلا أزل تقتابع العدو هذا حتى خلاص تأخذ ملك حتى وإن كان ظلمك خلاص تستوفي حقك تأتي يوم القيامة هو بيطالبك بالحق بعدين لأنك اقتبت ما فيه الكفاية هذه دسيسة الشيطان في هذا الزمان فلا يأخذ عنها مجلس اليوم الغيبة وهي أكل الميتة أنت لو قل لك وهذا ساتيه من الميت هذا اللي ما تمس هذا الساتيه منه بتأكله بتستقرره آه إيش هذا وصل هذا وهذا أخبث هذا الغيبة هذه أخبث كوننا استهلنا بها في هذا الوقت وفي هذا الزمن ليس المعنى صارت حلال آه ولو رأيت الظلمة التي تدخل على القلب بالسبب كلمة واحدة في الغيبة لبعدت عنها أشد بعدا من الأروف والنياسة ولو تصورتها ميتة وشويت لك لحما لاستقدرتها وأنت جيعان لم تأكلها فكيف إذا كنت شبعان استهانوا هذا الوقت خصوصا النساء علىه خصوصا النساء خصوصا الشباب مع بعض من البعض استهانوا بهذا وهي عاقبتها خبيثة جدا فما من مجلس يخلوا عنها صلى الله عليه وسلم كانت صلة الأرحام من قديمة من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ديننا الإسلامي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رقب وحث ووعد بالأجر العظيم والخير الجسيم في الدنيا بطالة العمر وتكثير المال والنعيم المقيم في الآخرة علاش على هذا كله على الفطرة التي فطر الله الناس عليها الله يوفقنا إن شاء الله وصلاة الرحمن جاء فمن الأحادث المعرض ما رواه بن ماجا ونبن عمر رضي الله عنهم قال جاء عربيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبيك أنا يسل الرحيم وكان وكان فأينه فقال في النار فقال فأينه وجد من دالك فقال أين أبوك أنت فقال حينما مررت بكبركافرين فقال حينما مررت بكبركافرين فبشيره بالنار فأسلام العربي بعد فقال لقد كان لفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبان ما مررت بكبركافرين إلا بشارته بالنار وَأَجْمَلَا صلى الله عليه وسلم من كراهة الاستئثار عليها. ولما كانت عليه العرب من الجفاء وغلاث القلوب. فأورد له جوابا مهما تجيبا لقلبه. فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره مما عيره الرواه غيره. مما غيره الرواه وروه بالمعنى. غيره يعني بعض الاشياء لم يروه بألفظها لكن روه بمعنىها. فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره مما غيره الرواه وروه بالمعنى. كرواية مسلم أن رجلان قال يا رسول الله أين أبي? قال في النار. فلما كفاد آه فقال إن أبي وأباك في النار. فهذه الرواية منكره. وللعلماء فيها كلام كثير. لخصه الزرقاني في شرح المواهب. وعسن ما يقول فيها أن الرواة تصرفوا فيها. واختلفت روايتهم. وأن الصواب هو الرواية الأولى. فهي في غاية الاتقان تبين بها أن اللفظ العام هو الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الأولى قال إن نبي كان يصبح وكان وكان وكان. فأين هو أقال في النار. فكأنه وجد ذلك الرجل في نفسي. وأنه كان يريد أن يدخل في الاسلام. لكنه وجد ذلك في نفسه فما أراد. فقال إذن أنت أين أبوك أنت؟. وقال حين ما مررت في قبري كافة بشر بالنار. خلاص أي كافة رشوف بالنار. فأسأل ما ذلك الرجل العربي. ولا. ولأنه كانت عندهم شيء من العلو ومن التعنت والرفع والغلظة. ولا. فإذا أفصح له عن فضل آبائه وإجاده ربما كان السبب في عدم دخول الاسلام وسبب في ارتداده والعياذ بالله. وهذه الرواية الأصح من الرواية الثانية. تم. ورآه العربي بعد إسلامه أمرا مقتديا للإمتثال. فلم يسأه إلا إمتثاله. ثم لو فردت فاق الروا على رواية مسلم. كان معردن بالأدلات القرآنية والأدلات الواردة في أهل الفترة. والحديث الصحيح إذا أرادته أدلات النخرى واجبا تأويله وتقدموا تلك الأدلات عليه كما هو مقرر في الأسل. فإن كلا حيث قررات أن أهل الفترة لا يدوى عليهم بشئين حتى يمتحنوا فكيف حكما صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سائل بأنه في النار. أجب سيطي بجواز أنه يعصي عند الامتحان. وأحيى إله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فحكما بأنه من أهل النار. وأن حدثه متقدم على أحادث أهل الفترة. فيكون منسوخا بها. وبجواز أنه عشى حتى أدرك البئثة. وبالغده وعصر ومات في أهده. وهذا لا أدر له البتة. قال الزرقاني وفي الثالث نظر. لأنه لو كان كذلك لم يكن لسؤاله عن الأب الكريم وجه. لذي الفرق لا يحد. لأن أباه بلغده البئثة والأب الشريف لم تبلغ. اللهم إلا أعجاب بأن العربي تواهما أنه لا يخف بلغ البئثة حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينكر هذا منه. لأنه لم يكن حينئذين تفقه في الدين. لأنه لم يكن أسلق. لأنه لم يكن أسلق. كما سرح بيه في حدث سعد وابن عمر رضي الله عنهما. وبعدهم روى هذه القصة بأن السؤال عن الأم. واجميع بأنه سأله مرح عن أبيه ومرح عن أمه. ومن الأحادث المعارضة للنجاح. حدث مسلم عن أبي هريرا رضي الله عنه مرفوع. استعدانت ربي أن أستغفر لأمي فلم يعدن لي. واستعدانته أن أزور قبرها فأذن لي. فزور الكبور فإنها تذكر الأخرة. واجيب كما في الزرقاني بأن حدث عدم الإذن في الاستغفار لا يلزم منه الكفر. بدللي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ممنوع في أول الإسلام من الصلاة على من عليه دين. لم يترق له وفاة. ومن الاستغفار. معنه من المسلمين. وعلي الله بأن استغفاره مجاب على الفور. فمن استغفر له وصلا ثواب دعائه إلى منزله في الجنة. والمديون محبوس عن مقامه الكريم حتى يقددينه. فقد تكون أمه مع كونها متحنفة. محبوسة في البرزة عن الجنة لأمور آخر. لأمور أخر غير الكفر. اقتدد أن لا يؤدن له في الاستغفار إلى أن أدن الله فيه بعد ذلك. قال وَأَمَّا حَدِثُ أُمِّي مَأَ أُمِّكُمَا أَلَى دَعْفِ إِسْنَدِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهَا فِي النَّارِ لِجَوَازِ أَنَهُ أَرَضَ بِالْمَعِيَّ كَوْنُهَا مَعَهَا فِي دَارِ الْبَرْزَحِ أو غير ذلك. وَعَبَّرُ بِذَلِكَ تَوْرِيَةً وَإِهَامًا تَطَيُّبًا لِكُلُوبِهِمَا قال وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنَّهُ سَدَرَ دَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ أَيُّهَا إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا كَالَ فِي تُبَّعْ لَا أَدْرِي تُبَّعًا أَلَا إِنَنْ كَانَ أَمْلَى تَوَرَ الْحِقُمَةِ وَقَالَ لَهُ أَرْجَعْ عَنْقَفِلْ فَلَمَرْ يَعَنْ يَشُفِيهُ بِالْعَافِلِ فَتَوَجَّهَ لِلْمَدِينَةِ وَقَالَ لَهُ لِلْحِقُمَةِ إِنَّهُ سَيُبْعَثُ مُنَا نَبِيُّ أَخْرَ الزَّمَةِ وَلِيدُهُ مَكَّةِ وَيَكُنْ هُجِرَتْهُ لِلْمَدِينَةِ فَلَهَ هَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَنَى بَيْتًا لِلنَّبِي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له هذا بيت محمد وهو الذي نزل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده حجرته إلى المدينة المنورة الذي كان يستنى أبو أيوب الأنطار وهو حققته بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذب كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فعندما أراد أن يرجع إلى اليمن قال جماعة الحكمة أولئك من حول أربعين نحن نريد أن ننتظر في هذه البلاد حتى ندرك هذا النبي الآخر الزمان فأذين لهم فمكثوا وكان من نسلم الأوس والخزرج لهذا لقى السيد بن ذيازن عندما دخل عليه عبد المطلب قال من عبد المطلب بن هاشم قال ابن أختنا يعني أمك عبد المطلبنا من الخزرج يمنية من اليمن هكذا اتصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن من قديم من قديم ابن أختنا قال نعم ابن أختنا لأن أمه من أهل اليمن من الخزرج من أولئك الحكمة من نسل أولئك الحكمة الذي كان معه في سفره فاستوطنوا المدينة المنورة التي كانت تسمى بيثرب حتى يدرك ذلك النبي ويوصون أبنائهم كل جيء ما مات جيء أوصى أبنائهم إن أنتم أدركتم هذا النبي الآخر الزمان فانصروه على وآمنوا به حتى ما شاء الله أول ما وقعت النصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيئة العقبة في مكة العقبة الأولى والعقبة الثانية كلها كانت مع لا مع الأنصار الأوس والخزرج فليهذا أثنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأنصار وثناء الأنصار إنما هو ثناء أهل اليمن ثناءه على الأنصار ثناءه أهل اليمن فليهذا جمع الإمام السيط الشيء الكثير من الأحاديث الذي قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فضل اليمن وفضل أهل اليمن أخرا جوال حاكم ابن شاهن عن أبي هريرا رضي الله عنه وقال بعد أن أحيي إليه في شأنه لا تسبب تبعان فإنه كان قد أسلام أخرا جوال ابن شاهن في النصف والمنسوخ عن سهل وابن أباس رضي الله عنه فكأنه أولا لم يحيي إليه في شأنها بشأن ولم يبلغ القول الذي قولته عند موتها ولا تذكره فأطلق القول بأنها مع أمهما كريان على قاعدة أهل جاهلية ثم أحيي إليه عمرها بعد قال ويمكن جواب بأنها كانت موحدة غير أنها لم يبلغ شأن البأس والنشور ودلق أسلن كبير فأحييها الله له حتى آمنت بالبأس وبي جميع ما في شريعته ولذا تأخرا إحياؤها إلى حجة الوداء حتى تمت الشريعة ونزال اليوم أكملت لكم دينكم فأحييات حتى آمنت بجميع ما أنزل عليه وهذا معنى النفس بالغ وتقدم عن القاضي إيات أن الأحادث التي فيها البكاء قبر أمه تحمل على أن البكاءه ليس لتعذيبها وإنما كان أصفا على ما فتها من إدراك أيامه أي بيثته والإيمان به وقد رحم الله بكاءه فأحييها حتى آمنت ومن الأحادث المعارضة للنجام بكينا لبكائك فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإن استعدنت ربي في زيارتها فأدن لي وإن استعدنته في الدعاء وفي رواية في السفر لها فلم يأدن لي وأنزل علي ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي كربا فأخذني ما يأخذ الولد للوالد أي من الرقة والشفقة والجواب أنه أنه حديث ضعيف دعفه بن معين وغيره قال الذهبي فيه أبو أيوب بن هاني ضعيف قال السيوتي فهذه إلا تندقضح في صحته فلا إبرطة بتصحيح الحاكم له مع أنه معرض بالأحادث التي فيها أن الآية نزلت في أبي طالب وإما ما يذكره بعض المفسرين من أن قوله تعالى إن أرسلنا قبل حق بشير ونذير ولا تسأل أن أصحاب الجحيم نزلت في الأبوين فذلك باتل لا أسر له بل الآية نزلت في اليهود والنصار قال أبو حيان في البحر وسبق الآية والاوحيكها تدل على ذلك وكلا إنها نزلت في أبي طالب وسيأت الكلام عليه فإن قلت قد صحت أحادث بتأذيب بعد أهل الفترة كحادث البخاري ومسلم أن أبي هريران رضي الله عنه مرفوعا رأيت أمر بن لحي يجر قصبه في النار وكحادث مسلم قصبه أي أمعاءه جر قصبه رأيت في النار هي جر قصبه أي أمعاءه في النار لأنه أول من أحدث الأصنام في الحرم بل في جزيرة نعم فلهذا نص على تعذيبه في جهنم وكحادث مسلم رأيت صاحب المحجان في النار وهو الذي يسرك الحاج بمحجانه هذا كان صاحب المحجان عصاه هكذا كان إذا جاء الحجاج معهم زوادهم هكذا كان إيه هكذا يسقط عليهم بعدين يجمعها كلها كما ليركب في ظهر السيارة بعدين يرمي بالكيس يرمي بالكيس إنه الكيس بعدين يوقف في سيارة أنا بخرج أنا بخرج بعدين يروح يجمع الكيس اللي رماها هذيك هذا سارق هلا لكن هذا يسرق من؟ يسرق الحجاج هذا هذا مبشر بالنار ولهذا اتخذ قبره محل الرمي يرمونه ويبصقون عليه استهزاء به لأنه كان السارق معظية كبيرة من الكبائر لكن أنت تسرق الحجاج هذا أكبر وأكبر الزناء كبيرة من الكبائر وأنت وأنت كذلك ما شاء الله الشيء بسبب يظهر في لحيتك وفي شعرك وعادك ما كانك تشوف النسوان كذا ما تعتبر آذك وعاده بغا ذا وبا يمسك ذي وبا يزني بذي والعياذ بالله هذا أمقت وأمقت وأبغض عند الله سبحانه وتعالى والزناء كذب من الكبائر الكبر كذب من الكبائر الكبر وعاده أحد فقير وعاده متكبر هذا أبغض وأمقت عند الله سبحانه وتعالى ألا ما تشمله له ولا ينظر الله إليه فإذا بصر بأحد قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به قال إيش إيش سوي أنت قال لا 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 بس أنا أجد سوي بالعصاء كذا بعدين سقط العصاء كأنها معوية هكذا معمولة من شأن يعملها كذا يسقط في أشياء تعلق في الرحل كذا أتكد واحد جاء في أشياء سامة قال لا هذا تعلق فيه ألا كما ذاك واحدة بيسرق السيارة واحد بيسرق سيارة مع وصول عند السيارة بيسرقها قال لو تي سيارة بوليسي صدفة كذا الله أكبر يخلنا يصلي قاتل لك الله ما يصلي ألا يصلي من شأن بوليسي هناو يبقى يسرق واحد يبقى يسرق السيارة معاو الكاميرا تراقب السيارة يوم شاه الكاميرا تراقب السيارة يخلنا ينسلها السيارة كذا ويبقى يسرق السيارة قالوا هذا ومحجن هذا نفس الشيء إذا حد شافه يقول لا لا تعلقت العصر حقي العصر حقي تعلقت هكذا وإذا ما حد شافه خلاص جمعها بعد ما يصقص هكذا يصقص يصقص بعد يروح يجمع الذي سقطه كله لكن يسرق من يسرق حجاج بيت الله الحرام فلا هذا كان الغضب عليه ولا يسرق كثير السرق كثير لكن أن تسرق الناس يحجون بيت الله وناس ذهبين لطاعة الله هذا أخبث وأمقت عند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وَأُجِبَ أَنْ ذَلِكَ بِأَجْبَهَ أَحَدُّهَا بِأَنَّا أَخْبَرْ أَحَادُ فِي دُدُّ دُّنْ فَلَا تُعَرِدُ الْقَطَئِ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَذَّبِينَ الْمَعْحُدْ مِنَ الْآيَةِ الْقُرْآنِيَةِ فَوَجَبَ تَقْدِمُ الْآيَةِ عَلَيْهَا وَإِنْ صَحَحَدُ الثَّانِي قَسْرُ التَّعْضِيبَ الْمَذْكُرُ فِي هَدِي الْأَحَادِيثَ أَلَا هَا أُلَا إِتْتِبَعًا لِلْوَارِدِ وَلَا نَكِسُ عَلَيْهِمْ غَيْرَهُمْ فَلَا تُنَا فِي الْقَاطِئِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالسَّبَبْ الْمُوْكِئِ لَهُمْ فِي الْعَدَابِ وَإِنْ كُنَّا نَحْنُ لَا نَعْلَمُهُ الثالث قصر التعذيب المذكور في هذه الأحادث على من بدل وغير من أهل الفترة كعمر بن رحي فإنهم فعلوا من الضلال والإدلال ما لا يقدرون به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع وقد قسم الأولماء أهل الفترة ثلاثة أكسام بعض الناس يقول لوالدهم اشتر لنا التلفزيون قال لأحنا بنشوف الصلاة في الحرم بنشوف الكعبة بداية الأمرة كذا بعد ما يشتري لهم التلفزيون قال الأب من يوم مشتريت التلفزيون ما بدأ شفت صورة الكعبة ولكن السبب الأول اللي يخلى من شانا بنشوف صورة الكعبة بنشوف الحرم بعد قال من يوم دخ رحت التلفزيون قال ما بدأ كلما طرحنا على الكعبة بدل الشيطان قد يلبس علىه فيظهر المقصد الحسن كما هو مشاهد علىه الشيء يريد الشيء وينظر فيه شيء ثاني يعني يمشي إلى طريق يريدناه أن يفعل فيها منكر فإذا رأى حدا قال كنت بغت المسجد حصلته مقفلا كما أبو محجن هذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هكذا بعض الناس ابتلوا بهذا مراقبة الناس ولا يراقبون الله سبحانه وتعالى فيطلب العذر إذا حصلنا حد ووجدنا الآن في الطريق هذا إيش بأقوله يبحث العذر لمخلوق ولا يدري المسكين أن الخالق مطلع عليه وعلى قصده وعلى إيش الذي حركه وإيش الذي مشابه في هذا الطريق الله مطلع عليه لكن هكذا إذا ما استقر الإيمان في هذا لم يدخل الإيمان في قلوبهم قال لا تقولوا آمنا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذا دخل الإيمان في قلوبك فتعرف مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى ومقام الإحسان مع الله سبحانه وتعالى وبيثبت اليقين في قلبك أما عادك مثل المؤلفة قلوبهم تقبل الشك والتشكيك قال فكثير هكذا قال لا زالت قلوبهم مؤلفة قال وإن كانوا قد دخلوا في الإسلام من قديم وإن كان آباءهم كذلك مسلمين من قديم لكن هم قلوبهم مؤلفة ليه لأنهم يراقبون الناس ولا يراقبون الله يخشون الناس ولا يخشون الله فينظر أحد يشوفه من ولو علم أن فيه كاميرا تراقبه كذا ما بيسوي هذا ما بيسوي شيء وينسى أن كاميرا تلحق سبحانه وتعالى لا تفارقه لا في ليل ولا في نهار لا في سر ولا في جهر بل وتراقب حتى الخواطر التي في داخلك إيش في خاطرك ملتقطة عليك هذه كلها ملتقطة عليك في فوتوكوبي منها الله يقوي إيماننا ويقوي يقيننا ويزقنا كمال المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كمال الاتباع على حبيبنا محمد ويعرفنا حق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حق الأنبياء والمرسلين حق الملائكة المقربين وحق العلم العاملين ويفقنا لقيا بذلك كله يا ربنا وقال عرفتك حق كله حق ويفقنا لقيا بجميع الحقوق على الوجه المطلوب بجهنن بمحمد الحبيب المحبوب سنة الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة الفاتحة سُسَلَمْ أَلْحَمْدُ لِللَّهِ ربِّ الْعَالَمِينَ شكراً لكم